ضمن خطة الحكومة للتسهيل على المواطن لإنجاز معاملاته إلكترونياً دون الحضور الشخصي أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة تفعيل الهوية الرقمية خلال الأيام المقبلة وبالتدريج ومع تفعيلها سيكون التوقيع إلكترونياً مفعلاً للمعاملات الحكومية التي تعتمد هذا التوقيع باستثناء ما يحضره قانون المعاملات الإلكترونية وسيتمكن المواطن من الحصول على المستندات الحكومية الموفقة إلكترونياً بدلاً من الورقية وزير الاقتصاد الرقمي ورياد أحمد الهناندي قال إن تفعيلها يتطلب الحضور الشخصي لمرة واحدة وسيتم الوصول للمواطنين لغياء تفعيلها إلى مواقعهم ولموظفي الحكومة في دوائرهم ومن خلال مكاتب البريد الأردني مع وجود مباحثات للتعاون أو شركات الاتصالات والبنوك ليكون التفعيل عن طريقهم أيضا